تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني لتشكل محطة لاستحضار أبرز الإنجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين على الصعيدين الشبابي والرياضي في ظل دعم واهتمام ملكي سام وحرص متواصل على توفير مختلف أشكال الرعاية للشباب البحريني هذا ويعتبر ميثاق العمل الوطني نقطة انطلاقة كبيرة للرياضة البحرينية نحو الإنجازات حيث شهدت مملكة البحرين على مدى الأعوام الماضية الكثير من المنجزات الرياضية المزيد في سياق التقرير التالي مملكة البحرين شهدت الكثير من المنجزات الرياضية بالرؤية النييرة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ذكرى ميثاق العمل الوطني تشكل محطة لاستحضار الإنجازات الهائلة التي حققتها مملكة البحرين على الصعيدين الرياضي والشبابي في ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة وحرصها المتواصل على توفير مختلف أشكال الرعاية للشباب البحريني وتهيئة السبل الكفيلة بترسيخ مكانة مملكة البحرين على الساحة الرياضية الدولية والعالمية حيث ساهم ميثاق العمل الوطني بشكل كبير في الارتقاء بمسيرة العمل الرياضي والشبابي التي ما زلنا نحصد ثمارها وشكل انطلاقة نوعية وقاعدة صلبة للعمل الشبابي والرياضي وقاد مملكة البحرين لتحقيق سلسلة من النجاحات الرياضية التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة رياضيا وشبابيا أسهم ميثاق العمل الوطني بشكل مبارز في رفع اسم مملكة البحرين عاليا من خلال تحقيق المراكز الأولى في مختلف البطولات والمحافل الرياضية وبكل فخر تستذكر مملكة البحرين الدعم الواضح لكافة النشاطات الرياضية الوطنية والحرص على توفير البيئة المناسبة من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية على مختلف الأصعدة إنجازنا معادي عز وفخر لبلادي بلادي 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 ما جعل أبطال مملكة البحرين يحرزون العديد من الميداليات الملونة ويحصدون الإنجازات المشرفة مثاق العمل الوطني يشكل تجديدا للعهد والولاء والسير قدما نحو كل ما يحقق الخير والنماء لمملكة البحرين فقد حقق اغطاع الرياضة قفزة كبيرة وبات أكثر تطورا من خلال الكوادر الشبابية والمنشآت الرياضية الحديثة وأصبحت مملكة البحرين قبلة لاستضافة مختلف الألعاب الرياضية بفضل البيئة المناسبة التي خلقها ميثاق العمل الوطني وجعلتها موضع ثقة بالقدرات والكوادر الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية حتى باتت البحرين عاصمة للشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر